السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية الجميع الفيديو اليوم خصصته من هذه العلبة التي تلاحظه في الشاشة هذه اصدار بنك المغرب كما تلاحظون كتب فيها بنك المغرب وفيها 8 قطع نقدية معدنية خصيصا لهوت ومن احسن اصدارات بنك المغرب ستعرفون لماذا كما تلاحظون فيها الفرنك والدرهم كما تلاحظون 1 جوج 5 فرنك هذا من المعدن الألومونيو اصدار 1370 هجري 10 و 20 و 50 فرنك من المعدن النحاس اصدار 1371 هجري فيها درهم القرابات 1965 وفيها 5 درهم القرابات 1965 من المعدن الفيديو الميزة 8 درهم القطع النقدية يعني هذه المجموعة وهي أنها سبكت بواحد طريقة ممتازة جودة عالية تقريبا في حال بروف هي فلوغ ديكوان فدسي ولكن الإنجليز يسمي هذه المجموعة بروف لايك ولأول مرة تسمعوا هذا الاسم كتسمعه البروف ولكن كائن البروف لايك كما تلاحظون بروف لايك يعني تقريبا في حال الجودة بروف ينضفو ذلك القالب لكي لا تطير شاضايا للمعدن ويخرج فيها خدوشات أو زيادة في المعدن فهي جودة عالية يعني دوست عليها الكنترول ومازال أيضا محتفظة باللمعان يعني تقول غير بروف يعني جودة عالية كما تلاحظون ما فيها لا خدوشات ولا زيادة في المعدن كما تلاحظون يعني تقول بروف يعني من أحسن الإصدارات بنك المغرب الكثير من المشاهدين سوف يسوّلني على السعر الثامن لها المجموعة لها العلبة الثامن كيفدا من 17 يورو حتى 50-60 يورو وهذه المجموعة وهذه بهذه السك يعني بهذه الجودة التي تسكت بهذه النقط يعني تستاهل هذا المبلغ يعني الجودة عالية إخواني أخواتي كنتمنتنا الإعجاب لكم هذه المعلومات وبالتوفيق للجميع دمتم في رعاية الله وحي يفتح